السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في درس جديد من تعلم اللغة الانجليسية عن طريق الدرسات الاسلامية. الدرس بتاع النهاردة هو اه الدرس التالت في مادة الفقه. والنهاردة هنتكلم عن موضوع اه كويس جدا ومفيد جدا ان شاء الله. اه اول حاجة الكلمات سابا اه كلمة رغار دلس رغار دلس بادة كلمة ريس 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 كلمة قلチر كلتر بعادة اه Loadها تعلمينة توجد اه كلمة اه كلمة رسمية إبدا يعلمات قلتر الكلمة بعد كده عندنا require كلمة own كلمة contravene الكلمة اللي بعد كده go against بعد كده replace replace الكلمة اللي بعد كده كلمة alternative كلمة command بعد كده aware عندنا كلمة forbid عندنا كلمة will well كلمة related to related to بعد كده عندنا كلمة in accordance with in accordance with in accordance with عندنا observe 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 الكلمة اللي بعد كده كلمة merely 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 بعد كده constitute 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 permissible 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 بعد كده set of set of custom ملاحظ ملاحظ custom 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 بعد كده certain 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 نبتدي بقى بالامثلة اللي هنطبق عليها عندنا كلمة regardless كلمة regardless معناها بغض النظر عن regardless معناها بغض النظر ايه عن يعني مثلا لو قلنا she does what she wants هي بتعمل اللي هي عايزة هنراحل زينها كلمة what كلمة what معناها احنا عارفين مثلا كلمة who كلمة which كلمة that كل الكاملت دي معناها الذي بس كلمة who وغيرها بيكونوا بيعودوا على حاجة في الجملة اما هنا كلمة what ما بتعودش على حاجة يعني بتقول مثلا ايه she does what هي تفعل الذي لا هي معناها تفعل الشيء الذي يبا هي تفعل ما she wants يبا هي تفعل ما تريده regardless of بغض النظر عن what he says what he says مفروض احط حرف الا حرف الاس هنا يبا regardless of what she says يبا she does what she wants regardless of what he what he says يبا هنا مفروض يبا هنا عندنا حرف الا حرف الاس طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة race race يعني ايه race race معناها طبعا race انتو عفين معنى ليها اللي هو عرق او كده بس race هنا معناها معناها جنس جنس اللي هو اللي هو العرق يعني انتو عفين انها معناها سباء المعنى المشهور لها اسمه اللي هو ايه سباء انا مثلا داخل في race بداخل في ايه في سباء طيب كلمة race هنا او استخدامها هنا اسمه ايه عرق او جنس طيب اعزيم مثال عليها المدرسة ترحب او تستقبل children تستقبل اطفال او اولاد من كل الاجناس طيب بعد اكتنا عندنا كلمة culture 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 معناها ايه معناها ثقافة مثلا نقول in our culture وقولنا كلمة our قبل كده بيتقال عليها ايه حبا بنجي نطقها بسرعة بيقول عليها ايه our in our culture بس لو هكرا بسرعة او in our كانت بقول حرف ايه الار in our culture it is rude يعني rude rude معناها قليل الزوء او مش من الزوء to ask a woman about her age انك تسأل امرأة عن ايه عن عمرها يبقى في ثقافتنا ليس من الادب ان تسأل ايه امرأة عن ايه عن عمرها طبعا اما قلت ليس من الادب هو ما فيش نافي هنا بس كلمة rude معناها منافي للادب يبقى جملة معناها ايه ليس من الادب ايه بالكلمة بعد كنا عندها tradition tradition اللي هي التقاليد او التقليد يبقى كلمة tradition اللي بتيجي مع عدد وتقاليد مثلا ناخد مثال every village كل قرية has لها its own traditions عادتها الخاصة بها كلمة on هنا معناها الخاصة ازا معناها عرف كم شوية وكلمة traditions معناها العادات حرف الاسم استخبي تحت النجمة طيب بعد كنا عندنا respect respect معناها يحترم اقول مثلا i respect his views انا بحي احترم آراء بحي احترم وجهة نظر يعني although بالرغم من i do not agree with them برغم انها مش متفق معهم او مش موافق عليهم بس انا احترم ايه آراء هم بعد كنا عندنا كلمة various various معناها متعدد او متنوع يعني مثلا اقول the jacket the jacket is available متاح in various colors بالوان ايه متعددة انا بعد كلمة require require معناها يتطلب اقول لك مثلا الشغلان دي محتاجة كذا او تتطلب كذا المهمة دي محتاجة كذا او تتطلب كذا يبه ايه require مثلا هقول the job الوظيفة requires requires تتطلب وحطينا is طبعا عشان وظيفة ايه مفرد english يبه الوظيفة محتاجة ايه تتطلب english to communicate عشان تتواصل communicate easily بسهولة with the students مع ايه مع الطلاب بعد كذا عندنا own on طبعا احنا ذكرناها هنا في كلمة own هي الخاصة فكلمة own معناها خاصة خاصة بحد يعني ملكة حد اول مثلا bring your own equipment bring يعني هات احضر your own equipment معداتك الخاصة بيك own equipment يعني معداتك الخاصة بشخص معداتك الخاصة بك بعد كده عندنا contravene contravene معناها ينتهك يعني يعرض خصوصية حد او ينتهي خصوصية حد او خصوصية حاجة يعني مثلا with this action هذا الحدث او هذا الفعل contravene ينتهك the international law القانون الا الدولي فكلمة contravene احطنا الاس عشان الا action مفرد بعد كده عندنا كلمة go against go against معناها يمشي ضد يخالف go against مثلا she was scared هي كانت مرعوبة او كانت خائفة to go against her father's wishes ان هي تخالف او تمشي عكس her father's wishes يعني her father's wishes يعني امنيات والدها يبقى كانت خائفة انها تمشي على عكس رغبات والدها طيب الكلمة اللي بعد كده replace replace طبعا عفين كلمة place لوحدها معناها مكان فreplace معناها ياخد مكان او يبدل مكان او يستبدل حاجة بحاجة اقول مثلا i will replace انا سوف استبدل my old phone الموبايل القديم بتاعي او التليفون ادي بتاعي with a new one يبقى replace with يستبدل b يبقى بترفون بتاعي بترفون اي جديد بعد كده alternative alternative احيانا ما بتروح الصيدلية بتدور على دواء معين وبتلا هو شاب تاخد ال alternative بتاع البديل بتاعه يعني مثلا do you have any alternative solutions solutions هل عندك حلول بديلة يبقى alternative solutions حلول بديلة كلمة command command معناها يأمر مثلا الله commanded us معناها الله امرنا مثال we must do يجب علينا فعل whatever الله commands us ايا كان ما يأمرنا به الله ان نفعله we must do whatever الله commands us to do بعد كده aware aware اموالك be aware يعني خليك منتبه يبقى aware معناها منتبه اواعي او على علم بي اولك مثلا you must be aware لازم تكون واعي او على علم ب a of your mistakes يبقى aware بتاخد a of aware of معناها واعي ب او اعلى علم ب يبقى you must be aware of your a mistakes لازم تخلي من your mistakes forbid معناها يحرم او يمنع يمنع او ايه او يحرم مثلا الله forbids that او الله يحرم ايه هذا مثال the management الادارة forbids تحرم employees ايبقى تمنع الموظفين او تحرم على الموظفين to accept ان يقبلوا tips ياخدوا الايه tips from customers من الايه من الزبائن يعني هما تمنع الزبائن او تحرم على الزبائن هما ياخدوا الايه ياخدوا tips من الايه من الزبائن بتحرم داع العمال بعد كده عندنا كلمة will كلمة will لها كذا معنى من ضمن معانيها اللي هي سوفة زي ما احنا اخدنا هنا i will replace او استبدال عندنا كلمة will اللي هي وصية اما كفعل معناها يشاء او يريد يعني مثلا we will do it احنا هنعملها if الله wills اذا شاء الله او اذا اراد ايه الله عندنا كلمة related to معناها متعلق ب مثلا he likes everything هو يحب كل شيء related to متعلق به his mother يبقى ويحب كل شيء متعلق ب بوالدته بعد كده in accordance with in accordance with يعني in accordance with يعني يتوافق مع يعني مثلا your actions افعالك must be يجب ان تكون in accordance with متوافقة مع the Islamic law يبقى فعالك لازم تكون متوافقة مع الشريع الاسلامي Islamic law يبقى فعالك لابد ان تكون متوافقة او متماشية او وفق دي Islamic law اللي هو القانون الاسلامي او الشريع الايه او الشريعة الاسلامية بعد كده عندنا كلمة observe observe معناها يلاحظ معناها ايه يلاحظ مثال everyone observed كل واحد او الناس كلها لحظة ان هو ايه ان هو كان حزين يعني واحد كان قاب بيحاول اللي بين ان هو مش حزين فايه كل الناس لحظت ان هو حزين merely merely معناها لا اكتر ولا اقل هو مجرد يعني يقول لك مثلا he's merely مثلا it's merely a test ده مجرد اختبار يعني مش حاجة قوي او يعني he's merely a boy هو مجرد ولد you can't expect him من فعشة تنتظروا ان هو ايه ان هو يفهم او او انا لسه عائل صغير لسه طفل تمام he's merely a boy ومجرد ايه ولد صغير constitute constitute معناها تشكل تشكل بقى ممكن تشكل مجموعة من الناس تشكل خطر تشكل فريق معناها ايه تشكل يعني مثلا this disease هذا المرض constitute يشكل a threat يشكل ايه خطرا to society على الايه على المجتمع مع الخطر ده او المرض ده بيشكل خطر على المجتمع بعد كده عندنا permissible 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 معناه ايه جائز او مسموح يعني مثلا it's not permissible ليس مسموحا for females لل للبنات او للنساء to join ان هم يلطحقوا مسموح لبنات ان هم يلطحقوا مثلا بحاجة معينة بكرسي معينة او بضرور معينة او بمحاضرة معينة this is only for males ده فقط للذكور او للرجال بعد كده عندنا set of set of معناها مجموعة من اقول مثلا i have a set of مثلا books معايا مجموعة من الكتب او ممكن اقول مثلا i have a set of questions questions i have a set of questions معايا مجموعة من الايه من الاسئلة وعندي مجموعة من الاسئلة الاسئلة واحد ازي اسأل اني مسلا اسئلة للي مجموعة عندي مجموعة من الاسئلة كده i have a set of questions يعني عندي مجموعة من الاسئلة custom custom كما احنا قلنا كده tradition اللي يفعل اول معناها تقاليد دي معناها العداد العداد التقاليد مثلا they have weird customs زي ما عندهم عداد غريبة and traditions زي ما عندهم عداد وتقاليد غريبة they have weird customs and traditions بعد كده certain اضلنا اخر كلمة certain لها كذا معناها معناها اكيد ممكن اقول i am certain يعني انا متأكد او i am not certain انا مش متأكد وممكن معناها certain لوا حاجة معينة he wants to do it هو عايز يعملها او يفعلها in a certain way بطريقة معينة ما كان ندخل على الفكرة النهاردة الاسلام is a universal religion الاسلام دين عالمي in that في انه it's a prophet في ان نبيه صلى الله صلى الله وصلى وصند to all peoples of the world ارسله الى جميع شعوب الاسلام كلمة people معناها شعوب هي معناها ناس وزمعت الاسم معناها شعوب regardless بغض النظر عن of their race بغض النظر عن عرقهم او جنسهم color لونهم culture ثقافتهم traditions تقاليدهم and geographical location ومواقعهم الاسلام 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 as the quran states كما ينص القرآن we have only sent you كلمة only فقط اما بنيجي نترجمها العربي الافضل انحنا نجيبها نفي واستثناء يقول لك مثلا ايه he is only a boy يبقى مشاول هو فقط ولد ما هو الا ولد فهنا we have only sent you وما ارسل ناك الا او محمد يا محمد as a mercy كرحمة to all the worlds للعالمين سورة هذا السبب islam respects يحترم all the various human traditions كل العادات او التقاليد الانسانية المتنوعة and does not ولا يطلب require ولا يتطلب new muslims من المسلمين الجدد to change their own traditions انهم غيروا تقاليد متبدأ الموضوع مطلق لا unless الا اذا بكلمة unless معناها الا اذا they اعد على العداد الا اذا كانت العداد تتخالف او تنتهك some of the islamic teachings الا اذا كانت تنتهك بعضا من تعليم الاسلامي اقرأ الفقرة كلها لابعدها islam is a universal religion in that it's a prophet who was sent to all peoples of the world regardless of their race color culture traditions and geographical location at the quran states we have only sent you o muhammad as a mercy to all the worlds that is why islam respects all various human traditions and does not require no muslims to change their own traditions unless unless can't intervene some of the islamic teachings things thus thus ومن هنا any traditions أي تقاليد that go against التي تخالف islamic teachings التعليم الإسلامية must be changed يجب أن تغير and replaced وتبدل with a better alternative ببديل أفضل for it's after all لأنه بعد كل هذا أو بكل هذا مع الكلام عن كل هذا الله سبحانه وتعالى the all knowing هو العليم the all aware الخبير who commands الذي يأمر and forbids الذي يأمر وينهى الذي يحل ويحرم whatever he wills أي كان ما يريده and our faith وإيمان نا in him وإيمان به requires us يتطلب منا to act in accordance with his laws لأن نتصرف وفق قوانينه أو شريعته سبحانه إسلام also teaches that Muslims traditions بيعلن أن العداد الخاصة بالمسلمين that are not related to إسلام التي ليست لها علاقة أو علاقة بالإسلام and its teachings وتعاليم mustn't be considered يجب ألا يجب ألا تعتبر إسلامك يعني أي مثلا عادات أو تقاليد المسلمين بيعملوها ولكنها ليست لا علاقة بالإسلام أو مش حاجة إسلامية نفعش نفعش نعتبرها إسلامية and that a new Muslim والمسلم الجديد doesn't have to honor لا يجب عليه أن يوكر أو يحترم or observe them أو يهتم بيهم for they merely لأنهم مجرد هم ما هم إلا constitute هم يشكلون a set of permissible customs عادات مسموح بيها merely ليس إلا يبقى عادات مسموحة بيها ليس أكثر من ذلك of a certain group of people لنوع أو لمجموعة معينة من الناس وكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهاردة وجزاكم الله خيرا وتمنى لو فهمتم الدرس تتعلقوا بأي أو أفضل جملة عجبتكم أو أفضل حاجة تثبت يعني أنتم تعلمتم حاجة من الدرس وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته